نبتدي مع بعض على طول بأهم الأحداث اللي حصلت إمبارح أبرزها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي إشار إمبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع حادث تصادم قطار الزئزي واجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير حصلت إمبارح أبرزها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف إمبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حادث تصادم قطار الزئزي مع وزير الصحة ومحافظة الشرقية ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتلقى رئيس الوزراء تقرير من وزارة النقل تضمن وقوع حادث استضام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزئزي للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة للزئزي وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية اللي قدت لوقوع الحادث ووجه رئيس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي اللي بيتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حالياً بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته أيضاً لوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث إمبارح أكدت الحكومة أنه لصحة لتأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الحكومة مشددة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بهذا الشأن كما أشارت إلى أن خطة الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 سرية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء حيث تستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن بحيث لا تسبب عبء معرفي على الطلاب مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية